موسيقى خوفي في علاقتي بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه شخصية خارقة بالنسبة لي يعني كأنها بعيدة المناء القوي بعيدة عني يعني كل ما حاول أقرب الصورة وكأن زي علاقة إنسان بإنسان شخص بشخص صديق بصديقه لا ده الرسول ده حاجة كبيرة قوي 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 وبعيد عنك قوي 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 دي حاجة الخوف الثاني أن علاقتي بي مرهونة بالسيرة باللي الناس كتبتوا عليه فأنا ساعات بحس أن أنا لا أنا عايز أعرف حاجات أكتر عايز أعرف حاجات أدق عايز أعرف حاجات بلغتي العمية كده حاجات أنا أستسغها وأفهمها مش حاجات أحس أنها قديمة قوي كانت في زمن أنا مش عارف أفعله في الزمن اللي أنا في ده أنا خوفي أني عايز أحبه زي ما أنا عايز أحبه ومش عارفه انتقل النبي عليه الصلاة والسلام للرفيق الأعلى وحفيده سيدنا الحسن تقريبا عنده سبع سنين فكان سيدنا الحسن يروح لخاله هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة ويقول له صف لي حلية رسول الله وكان وصافا لعلي أن تصف لي شيئا منه فأتعلق به وكان سيدنا أنس بن مالك يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره ولا لحياته عشرون شعرة بيضاء لما يبقى قدامك إنسان عظيم وفخم وعالم وغني جدا في نفسه ومع ذلك بيحبك جدا وحريص عليك حرص أبوي إنه يعلمك ويفهمك ويرقيك أكيد هتتعلق به ولما تلاقيه مع عظمته مشغول بيك أكتر من نفسك وحابب إنه هو يطمن عليك ويطمنك على نفسك وياخد بأيديك واحدة واحدة عشان يشربك العلوم اللي عنده مش هتقدر تشيل عينيك من عليه إيه اللي حصل؟ بحيث نتنقل حب النبي في قلوبنا لمكان كده نظري بعيد عن الثقة أني أقدر أتبعه صلى الله عليه وآله وسلم وإزاي ناس كتير مننا عارفين إن النبي لا ينطق عن الهوى وكل كلام وحي من ربنا ومش بنرجع له في كل تفصيلة في حياتنا بالذات في أزمتنا وإزاي ممكن حكمة لأحد المثقفين العظماء تقع في قلبي موقع أعظم من كلمة لسيدنا رسول الله في نفس الموضوع تعالوا مع بعض نرسى على محطة من أهم محطات رحلة حياة نعيد فيها بناء علاقتنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علاقة فيها إحياء لأثر النبي في قلوبنا كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عارف إن الكل هيكون بيقدسوا بيحبوا لشان كده آخر خطبة خطبها تقريبا على منبره سلم على الصحابة وقال لهم أبلغوا كل من أتى بعدي ولم يراني وآمن بي أبلغوهم السلام وقولوا لهم أنا فرطكم على الحول فرطكم يعني هزبأكم وكأنه عاش مع الصحابة وشافوا أيام جميلة مع سيدنا النبي وإحنا ما شفناهوش فقال أنا هزبأكم علشان استناكم في يوم الحشر الأكبر عند ربنا سبحانه وتعالى علشان يكمل خدمة وحب الأمته وناس كتير مش ناس كتير كل الناس متعلقة بقداسة واحترام جناب النبي في القلب ولكن ناس كتير مننا محتاجة تخلي القداسة دي ظهرة في صورة أفعال يومية في حياتنا السريعة دي فأشغلنا ونقاشاتنا وعيالنا واللمسافر برة بيدرس عايزة بقعايش أعمل أي حاجة النبي كان بيعملها عشان أتشبه به فأحشر معاي يوم القيامة وإن النهاردة حابب إن أنا أشارك معكم أربع أسس تعيد بناء علاقة قوية سوية مع سيدنا رسول الله الأساس الأولاني أفعال إذا فعلتها يحبك النبي عليه الصلاة والسلام لأن اللي النبي بيحبه يا سعده ويا هناء والأفعال دي على رأسها الرفق في موضعه أغلب الحياة فيها شد وفيها تنافس وفيها صراع وفيها ضغط ومش بس حياتنا في العصر الحديث طول عمر الحياة فيها تنافسية لكن سيدنا النبي كان بيبقى حريص إنه يكون رفيق في تصرفاته كلها وأنا بقولك دور على أغلب الأوقات هتلاقي الرفق فيها أنفع من الشد والتوتر والعنف على قد ما تقدر والنبي بيحب إنك إنت تركز في الحتة دي قوي مرة كان فيه وفد جاي يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما أناخه الجمال بتاعته جريوا على النبي إلا واحد اسمه أشج عبد القيس نزل غير اللبس بتاعه تعطر غسل وشه ورح للنبي والنبي شايفه كده من بعيد فقال يا أشج إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا للرفق يعني شخص كده واحدة واحدة وهعمل كل اللي أنا عايزه ولكن بمنتهى الرفق وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رفيق جدا مش بس في الردود أفعاله كان رفيق باللي جاي يسأله عارف أنت لما تروح لعالم دين فتبقى خايف أن يحكم عليك لو قلت له أنك بتغلط غلطة أو يفتكرك جاهل لأنك أسئلتك بسيطة تبقى متوتر كده النبي بيخطب الجمعة ويجيله عبد يسأله في وسط الخطبة فالنبي ينزل يجيب كرسي كده ويقعد يفاهم العبد فيدخل العبد في الإسلام ويقعد في وسط الناس ويرجع ليكمل سيدنا النبي الخطبة عليه الصلاة والسلام رفق واحتواء وكان يقول السيدة عائشة ما أدخل الله الرفق على بيت إلا أدخل عليهم الخير البيت اللي فيه رحمة وحنية بيت ربنا بيحبه والنبي بيحبه ومليان خير وقال إن الله رفيق يحب الرفق والله ربنا بيحبه والنبي بيحبه ولو عملته هتبقى ليك قيمة في قلب سيدنا النبي كبيرة أوي لأنك ماشي على سنته قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف هيوفقك وإنت إنسان سوي كده مش واخد كل حاجة بالعنف وبالتوتر وبالزعيق هيوفقك أكتر مما الناس اللي عندها عنف بتنجز اللي هي عايزة الشيء الثاني اللي النبي يحبك لو عملته إنك تشعر السائل بكرمته سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ردود أفعاله مع السائلين كان الصحابة بيشوفوها كده هو أنت زي بتكبرهم كده وأي حد يجي يطلب منك حاجة تعمله قيمة رغم إنه هو في عرف الناس ده هو اللي بيطلب وإحنا نحبش لفظه بيش حد دي بس هو اللي طالب يعني فالطبيعي إنه خلاص تفضل النبي ما كانش كده عليه الصلاة والسلام ليه؟ أولا لأن ربنا قال له وأما السائل فلا تنهر ثانيا لأن النبي كان يحب يشعر السائل إنك مش متهان في ملك الله لو عندك ضيق أو عندك أزمة مالية أو عندك احتياج الرحماء كتير ولما هتمد إيدك هتروح تقول له ربنا شكرا إنك مليت قلوب الناس بالرحمة فما كسرونيش فلما كان سيدنا النبي يجي حد يطلب منه حاجة كان يلف على بيوت زوجاته وساعة يبقاش عنده فلو ما عرفش يعني يدي له حاجة يطلب من الصحابة يستضيفه سائل رسول الله اللي طلب من النبي حاجة فكان الصحابة يروح يقول لمراته أكرمي ضيفة رسول الله وسايدنا عليه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد له حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف حد طلب منه حاجة حد عنده أزمة معاناة بيحكيها ويفضل النبي صابر عليه لغاية ما الشخص ده يمشي وكان يعطي نصيب جلسائه كلهم حتى أن كل واحد يرى أنه أكرم الناس على رسول الله بص بقى اللي جاية دي وكان إذا سأله سائل رده بحاجته قال له تفضل الحاجة دي وإن لم يجد رده بميسور من القول قال له كلام يجبر بخطره أجمل من الحاجة للشخص كان محتاجها فيمشي آه ما خلصش المصلحة بتاعته وما خدش اللي كان عايزه بس رجع وطلع وهو ودماغه مرفوعة مش مذلول فكل ما تكرم السائل وده الجميل أول لما تلاقي واحد مثلا بتقول لي واحد عديني يابني ويبقى فضل ماشي معاها وهي مثلا ستة كبيرة وماشي ببطء جدا 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 وهو فضل معاها بنوع من التواضع حس كده أنه وإيه بيقولها شكرا إنك سمحتي لي أقف جنبك في اللحظات دي الشريفة عند الله وعند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤجمل حاجة في الدنيا لما تلاقي واحد بيتصدق فبيتصدق كأنه هو الفقير من كتر ما هو نفسه اللي قدامه لا يشعر بأي منه الشرفاء بيعملوا كده فدول فعلين لو فعلتهم الرفق قدر الاستطاعة وإشعار السائل بكرامته ساعتها فعلا النبي يحبك قوي نفسي أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ولو كنت مع النبي في الجنة أكيد ربنا هيحسبني حساب يسير ومش هاتعذف قبلي ولا حس بأي ضيق لأن مقامي مع النبي في الجنة وكان الصحابة يتمنوا كده وكانوا يسألوا النبي إزاي نبقى معاك في الجنة وده الأساس التاني وانت في رحلة حياتك بتبني علاقتك مع سيدنا رسول الله هقولك على أفعال متعددة اسمع مني الأفعال دي وراء بعض كده وكأن النبي قالها عليه الصلاة والسلام عشان تبقى في وسع كل القدرات لو عملتها تبقى سبب بإذن الله بإذن الله في مرافقتك للنبي في الجنة عليه الصلاة والسلام وما فيش حاجة كبيرة على ربنا ما فيش حاجة كبيرة إن ربنا يخلينا كلنا رفقاء للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بل ده أمل النبي عليه الصلاة والسلام وهقولك دلوقتي أول فعل ترافق به النبي في الجنة وهو ممكن يبقى أعظم وأسهل فعل كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله صليت سلمت على سيدنا النبي والآل صيغة فيها تفاصيل الصلاة كلها وعلمهانا شيخنا أحد ما شيخنا يعني يقولك دي أقصر صيغة فيها الصلاة والسلام على النبي والآل عليه الصلاة والسلام لو صليت على النبي كتير مين قالك إنك تبقى مع النبي؟ النبي اللي قال كتير قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي فكل ما تصلي على النبي كل ده ما يقربك منه عليه الصلاة والسلام واخد بالك جميل أو يبقى عندك السبحة المية بتاعتك لو بتسوق كتير محطوطة كده عند الفتيس كده أو ما تركب تشدها وتخلص مية الصبح ومية بالليل وفي ناس من العلماء يقولوا أقل الكثير خمسمية أكثركم علي صلاة طيب الكتير ده أقل وقديه أقل لك خمسمية وبالمناسبة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقالي خمسمية مرة ممكن تاخد منك ربع ساعة في اليوم اعملها على مدار اليوم ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه يعني ربنا يرحمه ويرفع مقامه صلى الله بيها عليه عشرا وشوف لما ربنا يصلي عليك مقامك يبقى عامل ازاي الحاجة التانية اللي بيها ترافق النبي في الجنة إن الخادم بتاع النبي ربيع بن كعب الأسلمي النبي قال له سلني يا ربيع فقعد كده شوية يفكر فقال بينه وبين نفسه علمت أن رزقي في الدنيا سيصلوا إلي طيب أنا عايز حاجة بتانية غير رزق الدنيا فراح للنبي قال له أسألك مرافقتك في الجنة قال له أو غير ذلك قال له هي دي عايز أبقى معك في الحتة بتاعتك قال أعني على نفسك بكثرة السجود والعلم قالوا كثرة السجود صلواتك الخمسة أقل حاجة في كثرة السجود فلو سمحت واضب على صلواتك الخمسة تبدأ معنى كثرة السجود من الاربعة وتلاتين سجدة اليومية اللي بنسجده من ربنا سبحانه وتعالى في الصلوات الخمسة واللي يكثر فربنا كريم سبحانه وتعالى العمل التالت اللي بيتوا رافق النبي في الجنة والنبي اللي قال كده لو عندك بنتين طبعا الكلام للأم والأب لو عندكوا بنتين فيما فوق مبروك مرافقة النبي في الجنة لو أحسنتم للبنات دي ادتوهم حب وحنان وتربية سوية هيطلعوا هيخلفوا وينقلوا الخلق السودة للأجيال بعد كده قال صلى الله عليه وسلم من عالى يعني رب جاريتان حتى تبلغها كنت أنا وهو كهاتين في الجنة الرابع قال صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة البتة أكيد وإحنا حفظين كلنا أنهي حتى في الجنة هيخشها اللي بياخد باله من يتيم لما النبي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما كناية عن المقام القريب جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عايز أقول لك على حاجة لو حد مات في محيطك القريب حد بيشتغل معاك حد من قريبك والله داك الإذن أنك تكفل عياله يا بختك دور على اليتيم اللي في قريبك أو في الناس اللي بتشتغل معاك ويا ربي يديك الإذن أنك تكفله لغاية ما يكبر ويستغنى بيك وبرزق ربنا اللي موسعه عليك الفعل الأخير اللي عايز أقول لك عليه هو بحثك عن فعل النبي كان بيعمله فأخلاقه وأخلاق النبي كتير قوي وتركز عليه بنية اتباع النبي فاللي صادق بنية اتباع الصادق الأمين الأمين بنية اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المبتسم بنية اتباع النبي الذي كان أكثر الناس بشاشة وإقبالا على الناس ركز وعملها كده تقابل بها النبي شوف سيدنا النبي يقول للصحابة يقول له إيه يقول له إين استطعت ألا تصبح أو تمسي وليس في قلبك غشا لأحد ففعل إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة فالنبي قال له على الغش حاول ما يبقاش في قلبك أي غش ولا غل الحد وانت دور على أخلاق النبي وإقرى فيها يعني حدي فينا مثلا بيحب الكرم إقرى عن كرم النبي وإقرى عن صدقه وإقرى عن عفوه بحيث أنك انت يبقى قدامك الصورة النبوية في الخلق ده ويعمل بنية دي وبإذن الله ببركة كلام سيدنا رسول الله وصدق وعده بتيجي مع النبي في إحياء سنة هذا الخلق في مجتمعك اللي حواليك دي كانت بعض الأعمال اللي لو عملتها وأنا حبيت أن ألك أعمال متعددة على قدر ووسع كل إنسان بسببها بإذن الله وبصدق وعد سيدنا رسول الله تبقى مع النبي في الجنة وده الأساس الثاني في رحلة حياتك وانت بتبني علاقتك بسيدك وسيدي رسول الله فييجي واحد يسأل يقول ماشي يا سيدي يا رب بنبقى مع النبي في الجنة بس سنعد يوم القيامة لإن أغلب الناس بيبقى عنده تخوف من وقفة القيامة دي وفتح كتابه اللي فيه أخطاء كتير عملها ونسيها وبالتالي سيدنا النبي مش هيسيبنا في أي مرحلة لإن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مستني زي ما انت مستني اليوم ده بس هو مش مستني عشان النعيم فقط هو مستني عشان الدعم اللي هيقدمه لنا في صورة ما يسمى بالشفاعة حاجة كبيرة قوي هدية كبيرة قوي ربنا أعطاه لسيدنا رسول الله والشفاعة يعني الترجي إن سيدنا محمد يترجى ربنا إنه يسامح حد قد لا يستحق المسامحة وهو اللي قال لنا كده اعملوا تصرفات معينة تحل لكم شفاعتي وكأنه بيقولك النبي عليه الصلاة والسلام اعمل حاجات ساعد نفسك إنك تكون من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وده الأساس التالت اللي بتبنيه وإنت بتبني علاقتك مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أفعال تنال بها شفاعة النبي قبل ما أقولك على الأفعال دي فيه مانع حاول إنك تنقذ نفسك منه قبل ما تروح يوم القيامة يمنعك من خيرات كتير ويا الحقوق اللي في الرئبة الشخص اللي ممكن يكون بيتساهل في حقوق الناس تحطش نفسك في الخانة دي يوم القيامة إن يكون فيه ناس وقفة بتقول له ربنا عايزين من حسناتك تعال كده وإنت اللي بينك بينك وبين ربنا علشان تبقى قريب قوي من شفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يشفع للجميع هو واسع عليه الصلاة والسلام لكن بلاش المخاطرة دي وده يخليني أقولك رقم واحد حتى تنال شفاعة النبي نرجع تاني للصلاة عليه وهو اللي قال كده وقال للعدد قوي قال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي شوف السهولة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقاله أو بقية صيغة عشر مرات الصبح وعشر مرات باللي يلتبقى من أهل شفاعة النبي وعلى فكرة مش ممكن النبي يشفع لك وربنا يرد شفاعة النبي لو شفع لك يا خلاص يا بختك إن شاء الله عديت وقل لك كمان إيه اللي يخليك من أهل شفاعة سيدنا رسول الله كلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبك سيدنا النبي تسأل من أبو هريرة قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال قد كنت أظن يا أبا هريرة أن لن يسبقك أحد إلى هذا السؤال أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما ليش غيرك يا رب قلتها في لحظة حب في لحظة ضعف كبيرة قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي فلو سمحت بلاش تقولها وفيه في الرئاب حقوق كتير لأقرب الناس ديك إيه كمان تخليك قريب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التوبة من الكبائر رغم أنه هو قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الحديث ده مكتوب جنب قبره الشريف عليه الصلاة والسلام على الروضة كده لأنه بيقول عليه الصلاة والسلام اللي جاي يوم القيامة بكبائر أنا هقف جنبه وهو هنا مش بيقولك تراخة في التوبة ده بيشجعك على التوبة كأنه بيقولك ما تزودش الحملة عليك لأن الناس مننا إحنا يعني بنقع في كبائر كتير الغيبة كبيرة والسخرية كبيرة والكتب كبيرة وترك الصلاة متعمدا كبيرة فإحنا في رحلتنا لربنا في صغائر إحنا بشر والأصل في الإنسان النقصان وكل ابن آدم خطاء لكن ساعات البني آدم ممكن يعمل كبائر من حيث لا يدري النبي ليك يوم القيامة بإذن الله فتوب عما تعلم من الكبائر تقلش حملك يوم القيامة من الأشياء اللي توجب شفاعة النبي ليك عليه الصلاة والسلام الذكر اللي بعد الأدان الذكر المهجور اللي بعد الأدان سطرين في الورقة قدامي سطرين من قال بعد الأدان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي وأنا يعني صعب إن إحنا لما نسمع الأدان نفكر نفسنا بأي حاجة بقى ورقة على الموبايل ورقة على الكمبيوتر اللي بيشتغل عليه أياً كان الذكر ده يخليك تشوف النبي في الأخرة بيشفاع لك فتعالى واحدة واحدة كده اسمع الفاصل ده تاني وعدد الأشياء اللي فيها شفاعت سيدنا محمد من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ولا إله إلا الله خالصاً من قلبك والتوبة عن الكبائر التي تعرفها ثم الذكر ده وطبعاً تكون متخلص من الحقوق اللي في الرقبة ومبروك عليك أعلى الدرجات لو شفع لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي نفسه يتعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التعلق يفضل يتصاعد ويجبر في قلبه يقرأ عن مقام النبي في الأخرة لأن إحنا سمعنا عن النبي وقرينا عن النبي وحضرنا دروس عن النبي وحضرنا خطب جمع لخطباء محبين فنقلولنا المحبة من قلوبهم كل دي أجزاء لكن تعرف الحب الكامل لما تشوف سنده ودعمه لأمته قبل العالمين يوم القيامة وأنا أقولك على أربع مشاهد في الأخرة خليهم دايما بنعنيك كل ما تستحضرهم تعرف أدي أنت محتاج له وأديه هو إنسان طيب وسند وفي الظهر لغاية ما يطمن عليك في الجنة قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويوضع له منبرا يوم القيامة يجلس عليه إلا أنا أظل قائما منتصبا بين يدي ربي لا أجلس مخافة أن يصرف بي ويؤمر بي إلى الجنة وتظل أمتي فيقول الله يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي عجل حسابهم فيدعونا فيحاسبونا فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل بشفاعتي فأظل أشفع حتى أعطى صكاكا سكيا زي إمضكد حتى أن مالكا خازنا النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة من كتر شفاعة النبي ووقفته لغاية ما يتطمن علينا كلنا هذه الأمة سترحم وافتكي لما ربنا قال للنبي لما شافه بيبكي يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك المشهد الثاني يوم ما سيدنا النبي كان ساجد عليه الصلاة والسلام وطول في السجود والناس افتكرته قبض حتى أنه رفع من السجود بعد كده وسألوه فلقوا مبتسم وقرأ عليهم الآية اللي أوحيت لي وهو في السجود إنا أعطيناك الكوثر فقيل لهم الكوثر يا رسول الله قال ذلك حوض ترد عليه أمتي الناس يوم اليوم عطشانة والنبي فرح أنه هو أفواقفة طويلة يوم اليوم يسئل مليارات من المحبين مع أن ده في الظاهر للناس إن ده مجهود للنبي لكن على قلبه سيدنا النبي بيحب السند والدعم ويحب يبقى في ظهرنا لغاية آخر واحد وهتشوف ده بكرة فيوقف النبي واستقبل الجميع واللي هيشرب من إيد سيدنا النبي عيس والسلام مفيش مشهد صعوبة بعد كده لأن الحوض في وسط يوم القيامة لسه بعدين مراحل تانية بس لو شيرت خلاص لشان كده كان العلم يقولوا بقدر ما تتبع سنته ترتوي يوم القيامة من يده مالكش زي النبي نزعلش النبي أبدا عشان خطر حد والنبي بتعرض عليه أعمالنا يوم الخميس زي ما هو قال تعرضوا علي أعمالكم يوم الخميس فأفرحوا للحسنة وأحزنوا للسيئة حدش أبدا يختفق من طريق سيدنا النبي أبدا عليه الصلاة والسلام لا شطان ولا صحبة مش كويسة مشهد التالت لسيدنا النبي وهو واقف على الصراط وإحنا بنعدي هو يعدي الأول وعادي نيقف ويقول ونبيكم قائم على الصراط الجسر اللي فوق النار اللي أحد من السيف وأدق من الشعر كما في الروايات قائم على الصراط النبي أقول يا رب سلم يا رب سلم بيدعي للناس عليه الصلاة والسلام ثم الناس كلها تتجمع في حتة اسمها القنطرة ما بعد الصراط فوق النار قبل الجنة فيطلع النبي من وسط الناس ويخبط يقول أنا أول من يحرك حلق الجنة قال فأسمع رضوان يقول من أنت فأقول محمد ابن عبد الله فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك فالنبي اللي كان لسه من شوية واقف على الصراط بيقول يا رب سلم أمتي هيفتح لنا كلنا أبواب الجنة لكن المشهد العجيب هو مشهد دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى النار ليشفع إلى أناس دخلوا إلى النار ويدخلهم الجنة وده قمة التفاني وعدم اجتمال الراحة إلا براحة الأمة كلها وقمة الشعور بالتجرد من ذوق طعم جمال الجنة إلا والكل دايق معايا نبي مرة كان بيصلي فمدق ديه كده وأنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق فمدق ديه كده فالصحابة قالوا له أنت بتصلي عملت كده شيء معايا مش متعودين عليه قال لهم رأيت قطفا من عينب الجنة فهممت أن أخذه ثم تذكرت أمتي مش عايز يأكل من الجنة قبلنا عليه الصلاة والسلام فيطلع يجيب ناس من النار ثم يسجد بين يدي رب العالمين فربنا يحد له حدا طلع دول وبعدين يروح تاني يقول له رب كان لسه في ناس فيسجد ويحمد الله بمحامد هو النبي بيقول لم يفتح علي بها من قبل محامد وثناءات وشكرانية في ربنا جديدة على النبي عليه الصلاة والسلام فربنا يحد له حدا عدد معين لغاية ما يروح أربع مرات قال صلى الله عليه وسلم فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن اللي شاهد للقرآن بالخلود في النار دي مشاهد هنعرف بها بكرة مهما سمعنا عنها مش هنتخيلها لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها بهذا التفاني والحب والتضحية بس عرفها وانت في الدنيا عشان يغلى في قلبك وما تبعش الحب ده أبدا وتسيب أي حاجة بتصرفك عنه لأن اللي بيصرفك عن سيدنا رسول الله بيصرفك عن إنسانيتك وقيمك لأن كل طريقه رحمة وإنسانية وعطاءه مواد ده وطيبة قلب واللي شبه النبي في أخلاقه وأكتر حد محبوب ما بينه دول كانوا أربع أسس في علاقتنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهم علاقة في رحلة حياتك تتبني مع القدوة العظمى الأرحم بالعالمين صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا رسول الله اللهم اجعل كل عمل منا يصل إلى رسولك إرضاء له في أمته اللهم انشر حولنا جميع هديه لنسير على سنته اللهم وفقنا إلى صالح الأعمال لنكون من رفقائه في جنته اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى نبيك والرضا والتسليم بين يديه اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بالصلاة عليه لننعم ببركتك في الدنيا ونفوز بشفاعته يوم العرض عليك يا الله يا الله